مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل السريع وهنبتدي معاكم دلوقتي أولى فقراتنا النهاردة وهنتكلم فيها عن التربية والتعليم والتربية والتعليم هم المحرك الأساسي في بناء المجتمعات وكمان تطور الحضرات وبالإضافة طبعا إلى رقي الأفراد وهي عملية منظمة ومدروسة بتقدم من قبل الأهل والمدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية بهدف نقل المهارات والمعارف للأفراد والقضاء على الأمية وتنمية اتجاهات الأفراد طيب إيه هو مفهوم التربية والتعليم؟ التربية هي تعلم الفرد واكتسابه لمهارات معينة زي القدرة على نقل المعرفة وقدرته على إطلاق الحكم على الأمور بشكل صحيح والحكمة في مواجهة المواقف المختلفة ونقل الثقافة من جيل لآخر وهي كذلك بتقوم على تربية الضمير والوجدان وتنمية الإحساس وتهذيب الشعور الإيماني وتحسين السلوك والأخلاق أما التعليم فالعلم هو إدراك الشيء على الحقيقة وهو إيصال المعلومات والأفكار للأفراد بصورة منظمة ووضحة ومحددة الأهداف بتقدم من خلال المدارس والجامعات وغيرها من العديد من المؤسسات ده كان مفهوم مبسط للتربية والتعليم وزي ما شفنا أنه التربية ليها أهداف بتختلف شوية عن التعليم علشان كده دايماً أو عندنا في مصر تحديداً يعني وزارة التربية والتعليم هي المنط بيها كإحدى المؤسسات المسؤولة عن تربية وتعليم النشأ هي المسؤولة والمنط بيها تربية أولادنا وكمان تعلمهم أعزائي المشاهدين هنكمل مع حضراتكم هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل هنروح نشوف مع حضراتكم فاصل عن كيف تطور عقلية إيجابية هنشوف الفاصل ونركع نكمل مع حضراتكم